سواء باتفاق البيت الكردي أم بدونه سنمضي في اختيار رئيس الجمهورية هذا ما أكده الإطار التنسيقي في العراق الذي قال إنه سيدعم مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني من شأن تلك الخطوة أن تزيد التوتر داخل البيت الكردي حيث تتمثل لحظة الخلاف في رفض الحزب الديمقراطي التجديد للرئيس برهام صالح لولاية ثانية فيما يصر الاتحاد الكردستاني على أنه استحقاق انتخابي للحزب لا يمكن الخروج عنه وفق اتفاق تقاسم السلطة لعام 2006 بين الحزبين الكرديين الرئيسيين كيف ستتعامل القوى الكردية مع هذه الخطوة وهل يمكن أن يزداد المشهد السياسي العراقي تعقيدا معنا الآن من بغداد أستاذ العلوم السياسية دكتور خالد عبدالإله مساء الخير دكتور خالد مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار بداية موقف الإطار التنسيقي يقول سواء اتفق الكرد أم لا سنمضي في اختيار رئيس الجمهورية هل هذا موقف واقعي وممكن من قبل الإطار التنسيقي مساء الخير أستاذ مهنة تحياتي لك والجميع مشاهدي قناة سكاينوز عربية وشكل لهذه التضافة موقف الإطارة نتوقع ثابت لأن الاتحاد الوطني كان جزء من إطار التنسيقي لأن نتحدث اليوم عن انسحاب التيار الصدري ومن ثم الحديث عن تحالف ثنائي ما بين تحالف السيادة وأيضا الحزب الديمقراطي الكردستاني الحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم يتحدث عن ثنائية بالتحالف ليس ثلاثية وبالتكيد أي تفاهمات أو حوارات لتشكيل الحكومة سواء كانت في انتخاف رئيس الجمهورية ومن ثم تشكيل الحكومة هي لا ترتقي إلى مستوى التحالف وإنما ترتقي إلى مستوى الحوار والتفاهم الاتحاد الوطني قبل الانتخابات وبعد الانتخابات ثبت مواقفهم على الإطار التنسيقي سيما أن الخلاف الكردي لم يحسب على مستوى البيت الكردي الأمر الذي دفع الاتحاد الوطني إلى التحالف بشكل حقيقي وواقعي مع الإطار التنسيقي بخصوص مسألة انتخاف رئيس الجمهورية وأعتقد أن ثلاث مرات لم يتحقق النصاب استنادا إلى قرار المحكمة الاتحادية بخصوص أن تكون جلسة انتخاف رئيس الجمهورية بأغلبية الثلاثين أكثر من 22 نائب فأن هذا الأمر هو الذي اليوم فتح المجال وفتح الأمور بشكل صعب جدا لاسيما اليوم نتحدث أيضا عن الثلث المعطل إذا لم يكن هناك حديث عن تحالف حزب ديمقراطي أو تفاهم للحزب الديمقراطي مع تحالف سيادة طيب دعني أسألك عن الثلث المعطل الآن لأنه بعد انسحاب التيار الصدري البعض أصبح يتحدث عن ثلث معطل يضم هذا التحالف الثلاثي الديمقراطي السيادة والصدريين لكن الآن مع غياب الكتلة الصدرية هل ما زال بالإمكان الحديث عن ثلث معطل أم أن الأمور ستمضي كما يريد الإطار التنسيقي وحلفاءه لسيما الاتحاد الوطني يعني هنا نتحدث عن الذين رددوا القسم في داخل مجلس النواب العراقي هل سوف يهم الذين سوف يشكلون نقطة مفصلية مهمة جدا في عملية أكمال نصاب الجلسة إذا لم يكن هناك حديث هنا نتحدث عن المستقلين المستقلين اليوم وصل عددهم إلى أكثر من 60 مقعد لم يحسموا خياراتهم مثلما اليوم نتحدث عن المبادرات التي أطلقت من التيار الصدري أن يكون للمستقلين دور كبير جدا ودعاهم سيد مؤتد صدر الانضمام إلى التحالف الثلاثي لكن لم يوضي إلى مسألة انعقاد الجلسة لانتخاب رئيس الجمهورية أيضا يطار التنسيقي ذهب إلى المستقلين وتحدث عن أنهم هم الذين معنيون بانتخاب أو باختيار رئيس الحكومة وفريق الكابينة الوزارية ولكنه أيضا لم يتقدم المستقلين لأن الضمانات التي قدمت أو ريحية الاختيار الأمر الذي نتحدث عنه هنا المعادلة صعبة جدا لأن إذا لم يكن هناك ذهاب لعقد هذه الجلسة بعد انتهاء عطلة الفصل التشريعي الأول بأغلبية نصاب الثلثين فهذا يعني أن الحزب الديمقراطي إذا لم يتم التفاهم معه وتحالف السيادة لأسيما تقدم وجزء من عزم فأن هذا الأمر قد يتحول إلى ما يسمى بالثلث المعطل مرة ثانية وبالتأكيد هذه إشارة قد تكون إشارة سلبية للواقع السياسي العراقي طالما أن التيار الصدري قد انسحب من المشهد السلطة التشريعية بهذا الخصوص وبالتأكيد قد تكون نحن في إطار أمام معضلة سياسية حقيقية واقعية إذا لم يكن هناك تدارك وتقديم تنازلات حقيقية واقعية وأطراف ضامنة لأن حتى لو تم تشكيل هذه الحكومة أستاذ مهند فأن أمدها قصير لا يتجاوز العام لأن هناك مؤشرات تتحدث عن حل بلمان لكن حل بلمان يستلزم قانون انتخابات انتخابات مبكرة موازنة وقوانين أخرى قانون الحزاب وإلى آخره من الأمور التي تتعلق بالجانب الذي يمكن من خلالها أن ينظم المشهد السياسي القادم إذا لم يكن هناك استقرار سياسيا في إطار المستقبل بخصوص تشكيل الحكومة نعود إلى مسألة المستقلين دكتور خالد لأن البعض يشير إلى هذه الكتلة وهي ليست كتلة واحدة كما تعلم جيدا نتحدث عن حوالي ستين مقعد أو شيء من هذا القبيل هل هناك توجه ما يمكن أن نشير إليه بالنسبة لهذه الكتلة في الفترة القادمة أو لغالبية هذه الكتلة للجزء الأكبر منها على الأقل فيما يتعلق بانتخابات رئيس الجمهورية وفيما يتعلق بعملية تشكيل الحكومة أول شيء هذه الكتلة التي نتحدث عنها وجنامك تحدث عنها بشكل موضوعي وحقيقي بأنها غير منسجمة غير متفقة ليست لديها ليس هناك رأس لهذه الكتلة وبالتأكيد هناك دوما انشقاقات يعاني منها المستقلين سواء على سبيل مثال حركة امتداد نتوقع الوضع السياسي العراقي صح نتحدث عن المستقلين ولكن هنا نتحدث عن أن المستقلين قالوها في أكثر بمناسبة بأنهم هم داعمين لمسألة انتخاب رئيس الجمهورية أو تشكيل هذه الحكومة يقفون على مسافة واحدة ولكنهم لا يريدون أن يدخلوا في مسألة طبيعة تشكيل هذه الحكومة ولأنهم يريدون أن يمارسوا دور المعارضة وبالتأكيد هذه الرؤية هي ليست موحدة مثل ما يتعلق بالإطار التنسيقي الإطار التنسيقي هناك من يسعى لأن يكون له دور في إطار هذه الحكومة وهناك أطراف تحدثت بشكل صريح وعليني قالوا بأننا نحن نسعى لتشكيل هذه الحكومة ولكننا سوف لا نشارك في تشكيل هذه الحكومة طالما أن التيار صدري قد انسعب فنحن يجب أن نعطي رسال أيضا أخرى للتيار الصدري بأننا لا نساهم في تشكيل هذه الحكومة وإنما ندعم تشكيل هذه الحكومة لكي لا يكون هناك مسألة أن هناك طرف رابح وطرف خاسر وبالتأكيد يتعرض السلم الأهلي أو المجتمع العراقي إلى مزيد من المساوى الذي يعاني منها يوميا لذلك أنا أتوقع البلانس أو الميزان الذي يريد أن يسعى عليه الإطار أو حتى الاتحاد الوطني أو الحزب الديمقراطي أو قبل انسحاب التيار الصدري هو الذهاب إلى المستقلين لكن المستقلين لا يمتلكون أيضا قوة كبيرة جدا أو أشياء ضامنة أو أريحية في عملية تشكيل الحكومة أو حتى مسألة الخيارات والبدال التي تقدم وبالتأكيد هذه المسألة نتوقع مسألة تحتاج أيضا إلى تفاهمات وحوارات ولحد الآن ليست هناك حوارات أو تفاهمات جدية حقيقية بهذا الخصوص طيب لو عدنا إلى مسألة البيت الكردي دكتور خالد البعض يقول يعني ربما يكون هناك فرص أو فرصة لتوافق كردي كردي ما في الفترة القادمة هل هذه مسألة واردة من وجهة نظرك أن يتفاهم الحزبان الكبيران فيما يتعلق برئاسة الجمهورية على الأقل يعني بالتأكيد هذه نقطة أساسية لا نريد أن نصعد من المشاكل في داخل الأقليم نحن الأقليم جزء من العراق والمركز جزء من الأقليم وبالتأكيد هنا نتحدث عن عراق لا نريد أن يكون هناك عزف إلى مشاكل داخلية في داخل البيت الكردي ومن ثم ينعكس سلبا على طبيعة العلاقة بين الأقليم والمركز أنا أتوقع قبل أسابيع كانت هناك حوارات وتفاهمات بين الكرد سواء كان الاتحاد الوطني أو الحزب الديمقراطي وكان من المؤمل أن تكون هي المفتاح الذي يفتح الأبواب للتفاهم ما بين الإطار التنسيقي والسيد مغتد الصدر قبل أن يعلن الانسحاب من السلطة التشريعية لكن لحد الآن البوادر التقارب والتفاهم هي غير موجودة أنا أتوقع قد تكون هناك نوع من التفاهمات ولكن آخر المؤشرات التي تتحدث بأن الحزب الديمقراطي قدم بعض الشروط من أجل أن يكون وجوده في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية البعض يتحدث بأنهم سوف يأتون على غرار ما حدث في عام 2018 بمرشحين مرشح من الاتحاد أو مرشح من الحزب الديمقراطي والبرلمان هو الذي يحسم هذا الأمر لكن إذا البرلمان حسم هذا الأمر لصالح الاتحاد الوطني فبالتأكيد هذا الأمر سوف يفهم بأنه خسارة للحزب الديمقراطي أو عدم أعطاء نقاط قوية جدا للحزب الديمقراطي في إطار هذه المعادلة لذلك المؤشر الأساسي هو التوافق الكردي أن يتوقع قد يكون هناك فيه نوع من الموضوعية وأيضا الشيء الأساسي لكي لا يكون هناك مسألة لانخلافات داخلية سواء كان في المركز أو في الإقليم وبالتأكيد يتضرر منها المواطن في إقليم كردسان هذه النقطة أيضا تحتاج إلى تنازلات حقيقية في داخل البيت الكردي وضمانات وأطراف ضامنة على مستوى حكومة الإقليم أو ما يعانيها أيضا الأخوة الكرد مجتمعيا الشعب الكردي في الإقليم من السياسات التي يمكن من خلالها التي انعكست سلبيا على قوت يومه وبالتأكيد على مستوى العلاقات بين الإقليم والمركز في إطار قانون النفط والغاز واليوم نتحدث عن مسألة شرعية تصدير النفط وقرار المحكمة الاتحادية والمادة 140 كلها قضايا مهمة جدا أيضا ما يتعلق بالإحصاء السكاني مسألة التعديلات الدستورية اليوم التي هي حقيقية وواضحة كلها أمور تستلزم أن يكون هناك حلحلة لهذه الأمور والمجيء بفريق واحد كردي من أجل أن لا يكون هناك دعني أسألك عن هذه المسألة بشكل آخر التسويات المطلوبة التسويات المطلوبة برأيك دكتور خالد داخل البيت الكردي ما الذي يتضمنه ذلك هل يتضمن ذلك أن يتنازل أحد الفريقين عن مسألة الرئاسة ما الذي تقصده بالتسويات المطلوبة داخل البيت الكردي اليوم يعني أنت ذكرت اتفاق 2006 اتفاق استراتيجي بين الرئيس الراحل المام جلال طلباني وبين سيد مسعود برزاني وبالتأكيد سبعة عشر عام اليوم الحزب الديمقراطي يطالب بتغيير هذه المعادلة لأن هذه المعادلة أصبحت غير واقعية باعتبار أن المعادلة التي توصل رئيس الاتحاد الوطني إلى رئاسة الجمهورية بالتأكيد وبالتأكيد هذه المسألة اليوم تغيرت اليوم الحزب الديمقراطي يطالب باستحقاق انتخابي يطالب بتغييرات على مستوى عملية إدارة منصب رئيس الجمهورية أنا أتوقع الحزب الديمقراطي إصراره هو ما حدث في 2018 عندما طرح مرشح وزير خارجي الحالي دكتور فؤاد حسين ولم يستطيع أن يصل إلى قناعة كبيرة جدا بالنسبة للنواب من الفريقين كان هناك فريقين التحالف الإصلاح وتحالف البناء وبالتأكيد عندما وصلنا إلى عقد على مستوى انتخاب رئيس تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا واختلفنا على مسمى الكتلة النيابية الأكثر عددا واليوم أيضا اختلفنا على نفس السيناوريو فأن هذا الأمر أيضا قد يدفع به مرة ثانية إلى الانشقاق وإلى مزيد من الخلافات ما بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي لذلك نتوقع هذه المسألة تستلزم تسويات تستلزم تفاهمات على مستوى مناصف في داخل حكومة الإقليم وعلى مستوى أيضا المناصف في الحكومة الاتحادية وبالتأكيد الحديث عن المرحلة المستقبلية القادمة لأن هناك مشاكل في الإقليم هناك أيضا الضربات التي يتلقاها الإقليم وهناك مسألة النفط وهناك مسألة تردي الأوضاع والمستوى المعايشي كلها أمور قد تدفع باتجاه لا سمح الله مساوئ كثيرة قد يعاني منها الأخوة الكرد داخليا وأيضا تنعكس أيضا على مستوى العلاقة مع الحكومة الاتحادية بهذا الخصوص طيب سؤال أخير دكتور خالد أيضا مرتبط بالكتلة الصدرية الآن الكتلة الصدرية خارج المشهد على الأقل يعني خارج البرلمان هل هذا يعني أنه لن يكون هناك دور ما لهذه الكتلة في المشهد السياسي في العملية السياسية في التوصل إلى التفاهمات هل نتحدث عن خروج هذه الكتلة نهائيا من أي قرارات متعلقة بمستقبل المشهد السياسي في العراق يعني هذا الأمر أن نتوقع أمر قاطع والدليل على ذلك أن السيد مقتدد الصدر أشهر بشكل حقيقي بأنه لا يدفع لأي مرشح في الكابينة الوزارية أو من كان في التيار الصدري وخرج من التيار الصدري وهذه إشارة إلى جميع القوى السياسية العراقية أن لا يكون هناك استغلال لمسمى التيار الصدري أو لمسمى السيد مقتدد الصدر بهذا الخصوص قد تكون هناك خطوة أخرى للتيار هنا لا نتحدث فقط عن السلطة التشريعية قد تكون على مستوى السلطة التنفيذية وبالتأكيد هذا الأمر أنه توقع قد يعطي نعطافة كبيرة جدا على مستوى الإدارة ليس فقط الإدارة السلطة الشعية وإنما السلطة التنفيذية أقصد هنا الدرجات الخاصة في كل الوزارات الدولة العراقية وبالتأكيد هذا الأمر قد يفهم منه بأنه سحب البساط من الجميع وبالتأكيد قد نصل إلى مرحلة أن تكون كتلة التيار الصدري هي ليست كتلة ممثلة لا في السلطة التشريعية ولا في السلطة التنفيذية وإنما كتلة تكون معارضة إيجابية خارج برلمان وبالتأكيد قد نشهد هناك تصعيد من المواقف أو الحديث عن المشاريع التي يمكن من خلالها نتحدث عنها بشكل مظاهرات أو في إطار الحديث عن خطابات أو بيانات أو تغليلات دائما يدفع بها سيد مقتدر صدر في إطار توصيف العملية السياسية العراقية والإضرار في البناء المجتمع العراقي والحديث عن أن المستقبل العراقي يجب أن يحسم وفق معادلة الأغلبية السياسية والأقلية السياسية المعارضة لا أن يكون هناك توافقية وشراكية وشراكة أثرت بشكل كبير جدا على بناء دولة المؤسسات والقانون وبناء دولة المواطنة في العراق شكرا لك دكتور خالد عبدالله أستاذ العلوم السياسية كان معنا من بغداد